أكدت خلية الأزمة الصحية أن التخلص من ارتداء الكمامة في العراق مرهون بتطعيم أكثر من ثمانين بالمئة من السكان باللقاح المضاد لكورونا الخلية وفي بيان قالت إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل تلقيح سبعين إلى خمسة وثمانين بالمئة من الناس وحتت المصابين بأمراض مزمنة على تلقي جروعات اللقاح لكونهم الأكثر عرضة للإصابة مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة حاليا أثبتت الدراسات أنها آمنة وذات فعالية عالية